WTT Contender هي البطولة الدولية للفئات العمرية بكرة الطولة اللي راح تصير بلبنان بعد أسبوع معنا بالستوديو جورج كوبالي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطولة ونقم رئيس الاتحاد غرب آسيا وعضو بالاتحاد الدولي لكرة الطولة تنحكي معه أكتر بهذا الموضوع أهلا وسهلا فيك بريزيدان كيفك؟ نيحكت الخيالة تشكرك أنا بعد مرة استضافتي بأحلى صباح وتشكر الفريق طبع أحلى صباح مرسي لك يعني نحنا عم نحكي عن كرة الطولة وعم نشوف البطولات وبنعرف قدية الاتحاد يعني عم بيقوم بنشاطات متعددة على هيدا الموضوع اليوم بالتحديد بنا نحكي عن WTT Contender اللي هي البطولة اللي راح تصير بـ 14 لـ 20 الشهر إذا ألا راض خبرنا أول شي شو هي البطولة وكل قدية تنعمل هيدا البطولة البطولة للفئات العمرية يعني تحت الـ 19، تحت الـ 17، تحت الـ 15، تحت الـ 13، تحت الـ 11 إناس وزكور بتصير مرة واحدة بكل سنة بيقول له البلد يستضيف وبتنزل على الـ 12 الاتحاد الدولي وما فيه يعني كتير يعني ماكسموم بالشهر بيكون فيه اتنين يعني يمكن 24 واحدة بيكون فيه حول العالم ولبنان قدر انتزع هالاستضافة وإن شاء الله كمان تنزل عطول على رزنامتنا السنوية إذا ألا راض يعني بس نقول بطولة دولية منعرف فيه مشاركة من عدة بلدان يعني فيه تقريبا عندي مكتوب 186 لاعب رح يكون موزعين من عدة بلدان خبرنا أكتر عن هذا الموضوع العدد المزبوط هو 83 لاعب أجنبي و58 لاعب محلي من كلعيبة من 16 بلد وزائد لبنان 17 البلدان هنا في سين هونغ كونغ تحب أعدد لك البلدان؟ لا لا ما رح نقدر نعدد كل البلدان أكيد بس جاي معها عدة بلدان من آسيا يعني عم بشوف عنا ماليزيا، الصين، سلطنة عمان، قطر، بلجيكا، هولندا حتى الهند، كازاخستان، تونس وأكيد يعني لبنان ورح تكون مثل ما ذكرنا من 14 إلى 20 الشهر صحيح خبرنا أكتر كيف رح تكون مقصمة الفئات العمرية يعني إلنا من 17 وطلوع ولكن كيف رح يصيروا المجهد؟ 19 ونزول 17 ونزول 15 ونزول 16 ونزول 11 ونزول ورح يكون حسب البلدان أو حسب الفئات العمرية رح يشاركوا ضد بعض كيف رح تكون الفئات بالبطولة؟ بالبطولة حيكون في مقصمة الإناس لحال بيبلشوا بـ 14 شهر وبيخلصوا بـ 16 بيكون 17 نهار فرصة بيرجعوا الزكور ببلشوا بـ 18 وبيخلصوا بـ 20 يعني كل واحد عنده ثلاثة أيام وهيدي يعني أكيد بدو يتباروح بـ بترتيب يعني معين تآخر شي اللي بيربح هو بيتكرم وفي علاية جواز مالية كمان هذي وبنعرف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة يعني دايماً ناشط مثل ما ذكرنا بالأول وحتى يعني للبطولة أكيد كان في تحضيرات معينة وتحضيرات مكسفة للعيبة خبرنا أكثر عن هذا الموضوع يعني كتير في صعوبة لتحضير شغلة مثل حدث عالمي لأنه أول شي كمان في عندك تحضير فييازون تأيجوا قبل بوقت الفنادق تعمل سينكرونيزازيون من بديفوت من بيتنا لأنه في قسم جاي إلنا حسب الـ 16 يعني في عنا خلية من أعضاء الاتحاد وفولونتيرز عم بيشتغلوا على مدار الساعة تقدروا يأمنوا هيدا الحدث يكون ماشي وعدين في عنا هون بديفوت أنتبارونتاز لأنه نحن عادي البطولة عملينا بتعاون مع مؤسسة الأرض البيضاء اللي بيترأسها دكتور أمل أبو زيد ومشكور على كل الأشياء اللي قدام لنا إياها تقدير هيدا الحدث يكون منيح وهيدا فيه ترتيبات لأنه معمولي كمان بجزين وهي أول مرة هيدا الحدث بيصير بجزين حبينا نروح على الأطراف نشجع هاللعبة كمان بمناطق يمكن سمعين فيها بس ما بيعرفوا يمكن يجوا يشوفوا ديراكت أبطال عالم عم تجي تلعب عندهم على أردن هيدا لفتة كمان كتير حلوة كمان بتعرف العيبة على المنطق يعني اللي جاي من بره رح ينبسط بس يشوف جزين والطبيعة طبعا طبيعة بلادهم مش متل طبيعة بلادنا وجزين منطقة كتير حلوة يعني هي رح تكون بالتحديد بمجمع جوليان ولندا سليم بجزين صحيح لن أربعة عشر لعشرين كل اللي بتوعي متل الجزات يمكن فتنا نحنا لسكرة إنه في عنا تجهيز على الأرض كمان الملعب يعني بدك نحنا عنا تبيه خاص بدي ينفرش الأدوية بدون يتدووا ليكون بقوة معينة عم نجيب بتشكر كمان هون باكوس لايتنيك ليساعدنا تنحط كمان أدوية زيادة لهيدا الموضوع أكيد بطولة دولية في ستاندردز معينين لازم يكونوا موجودين ب مينموم 100 لوكس والملعب عنده 270 لوكس يعني بدك نرجع إعادة الهيكلية طبعا أدوية الملعب كله وأكيد يعني كمان لا كرة الطاولة بالتحديد فيه أشياء معينة لازم تكون موجودة طبطنا صغيرا بالطبط بالمية كمان وراح يكون في مؤتمر صحفي تتحكو أكتر عن هذا الموضوع بتسعة الشهر صحيح بالاشتراك مع مؤسسة الأرض البيضة صحيح وراح يكون فيه كمان أعضاء جايين من برا ممثلين للاتحاد دولي خبرنا أكتر الممثلين أنا عدو بالاتحاد دولي فبقى تركوني هيدا كفا وموفق في زيدا بس رحنا أكيد فيه سفرة بالدنيا ندعو وكل الفعاليات اللي خاصة بالرياضة لهيدا الموضوع لهيدا المؤتمر وأكيد الصحفيين كلهم وحيكون نهار بتسعة الشهر تسعة الشهر نعرف الصعوبات المادية عدم الدعم من مؤسسات التابعة ولكن بعدنا عم نلاقي عم نلاقي تقدم عم بيتغير شي عم بتشوف شي أبدا بالعكس عم نرجع لورا أكيد عم نرجع عم نقول هيدا كلها مبادرات فردية يعني بتساعد بس ما بتشفي الغليل انه يكون عندك بيجي مرتب ودولي وزائد ما بدنا منهم بيجي بدنا أمان بدنا يكون الوضع ريق لأنه لآخر دقيقة كنا بعدنا خايفين وعم بينزل على السيان أنه على الفرانس 24 أنه لبنان رح يروح بحرب مع إسرائيل على هدوده كمان السورة اللي عم بتتوصل مية بالمية السورة عم بتوصل بتخوف كمان الأشخاص إن كان سفرة إن كان ممثلين إن كان حتى العيبة يجو مية بالمية فهيدي كمان يعني يمكن شغلة بسيطة بتقدر تكون عم بتساعد أو عم بتساعد كمان لأمور إنجاز معجزة جاية 83 واحد بالوضع اللي كنا فيه قبل هنيو عم بتسجلوا عم بيصير كلها الأخبار النيجاتيف عن بلد يعني غير ما نفكر إن كان بالبطولة والصعوبات المادية اللي متواجهها كمان بدنا نقنع عن العيبة أو بدنا نجرب نوصلهم فكرة إنه لأ تعو عن جد البلد ماشي الحال فينا نعمل بطولة فيه كنتجو مش متل ما هالقدة عم بينزيع صحيح كيف التحضيرات للعيبة اللبنانية يعني في هيك لاعيبة حاسس رح يوصلوا رح يوصلوا اليوم بتوصل مدربة من بلغاريا لتحضير المنتخب دينا إحنا ديجا عملنا قبل معسكر عشرة أيام لبعض الإليت اللي عنا لأنه ما فينا نعمل لهم كلهم أكيد 58 واحد بس اللي معقول نشوف إنه بيعمل نتيجة عملنا له معسكر تدريبة لتقريبا شي سبعة أيام خلص من أسبوع واليوم بيرجع بيوصل شخص مختص كمان من بلغاريا كمان تعمل له متل ريئة بدنية تحضيره وكمان مع شوية ريفيزيون قبل الفحص بس بنعرف نحن العيب الليبناني بالتحديد بحيلة رياضة هلأ عم نحكي نحن بكرة الطاولة بس بيعتوا عن جد من قلبهم ومنلاقيهم دايما من دفعين وعم نحكي نحن فئات عمرية صغيرة يعني تحت السبعتاش تحت الستاش عم بتشوف كمان إنه بعدهم محمسين للرياضات بعد كل شي عم بيقطعوا فيه بتعرف إنه اللي عملت معهم يمكن يعني متل ما شفت بعدة ديسيبلين وكمان البيمبون أولادنا يمكن عم بيفشوا خلقهم وبدون يفرجوا شو هي صورة لبنان عن جد لأنه للأسف الآخرين المسؤولين ما قدروا فرجوا هالصورة الحلوية عم بيجربوهن بطريقتهم الخاصة يفرجوه وعم بيبرع بهالشي يعطيهم ألف عافية أكيد وهيدي شغلة بتكبر القلب لأنه بس نشوف شباب وصبايا بعضهم مندفعين ومآمنين كمان هيدا بيكبر لنا قلبنا أنه لأ فيه مستقبل حلو أجيل جي كمان نابضة قبل ما نكمل حديثنا بريزيدان رح نشوف تيزر للبطولة ونرجع من نكمل ترجمة نانسي قنقر مناظر الطبيعة وأكتر يعني معلومات عن الإفنت أكيد ولكن كمان نشوف مناظر كتير حلوة وهيدا يمكن اللي بيتوقعوا الأشخاص اللي رح يتوجهوا على المجمع بجزين بالبطولة صحيح بريزيدان مين بيقدر يشارك؟ هلأ بعتقد تسكر التسجيل للعيبة ولكن في العالم تروح تحضر تكون عم بتشجع أشخاص كمان بالبطولة؟ أكيد هيدا ما طلبنا يجوا يشجعوا أول شي يشوفوا أنه في مستوى باللعب هيكون وأكيد كمان يشجعوا أولادنا لأنه بالنتيجة هيدول أولاد كل لبنان يعني أهلا وسهلا فيهم بالمجمع هيكون حدث كتير حلو نرجع منذكر مجمع جوليان وليندا سليم بجزين من أربعة عشر لعشرين تشرين الثاني كمان فيهم يطلعوا هيك يقضوا يومين ثلاثة بجزين يغيروا جو كمان يعني بيحب كرة الطاولة وإذا منحس أنه أولادنا معقول مهتمين فينا نخدهم كمان يشوفوا الجو بركي بيحبوا كرة الطاولة بركي بيتحمسوا ومنصير كمان منفوتهم على هيدا اللعبة أكتر وأكتر فيه أندية أكيد تفضل اللعبة كمان مهمة كتير يعني أنا حبيبوني كمان أرجع أفتح أونت برونتاز ترى ما قلت تعرفنا على اللعبة لعبة كتير مهمة لعبة برجع بقول أنه فيها تنلعب ابن من سبعة سنين ضد ابن سبعة وسبعين سنة لأنه ما فيه يتداربوا ببعضهم ما فيه قدرات جسدية تبين ولكن كمان تركيز بالعب لعبة راكية لعبة حلوة لعبة للمستقبل أكيد بتحفظه على صحته هلأ لأنه عم نحكي عن الرياضة بس كمان بالمستقبل تبين أنه أهميتها لعلاجات الباركنسون والألزايمر مظبوط لأنه بتشغل الدماغ بالتركيز دايما بيضل الشخص بده يضل مركز على الطابع على حركات الإيدان وهذه الشغلة كمان يعني نقول أننا دايما الرياضة مش بس كدرات جسدية أو إكسرسايز يعني تمرين أو نتيج مظبوط أو نتيج ولكن كمان بتساعد الولد بالتحديد على التركيز على استعاب الأشياء بطريقة أفضل فالرياضة بكل النواحي بتفيدوا وأكيد بتبعدهم كمان للولاد عن إشيات تانية وإشيات فاسدة أكتر وأكتر بريسدان هيك قبل ما نختم يعني بس شو عندك رسالة توجهة للأهل اللي يمكن بترددوا يفوتوا أولادهم إن كان لرياضات معينة إن كان لنقص المادي أو لديء الوقت أو لحيلة شي تانية شو هيك بتوجه لهم رسالة؟ هلأ رح أوجه لهم يمكن رسالة انديركت بسبب أنت فتحت الحديث نحن تبين لي أنا من بعدك شوية تحليل إنه الإنسان بطبيعته عدواني بحب الرياضات اللي فيها كونتاكت الرياضات اللي سيباريك عن بعضهم مش كتير يعني إذا بتشوف ماتش بوكس على ما بتضرب بعض قاعدة عم بيحضرها مبسوط قد الدني بتلي عميها مثلا بيمبون ما كتير يمكن بتهمه وعندي كتير أصحاب لقلي بسألهم مثلا بتحط ابنة كاكي يعمل بيمبون لأنه بشجع العالم تتفوت باللعبة لأ بس إذن بقلي بديوا يعمل ابني مثلا كيك بوكسينج أو جيدو أو كذا لا لأنه عم بيعملوا له تيزنج الولاد بالمدرسة بديوا يدفعون حاله هاي دي مش فكر إنه وين نواجه ولادنا للرياضة بالعكس لازم يفكروا بالشيل صحيح وابنه شو بحب طي هيدو وبالبيمبون لعبة كتير حلوية لعبة كتير راكية بتمنى أنا على الأهل يشجعوا أنت يروحوا هايك لعبة يعني بريزنان أنت ذكرت هيدا الموضوع بالتحديد بس أكيد العنف مش حل والرياضة مش كرمال نكون عم نعمل عنف مية بالمية ولا ندافع عن حالنا يمكن فيه طرق نتعلمة ندافع عن حالنا أو نكون عم نفوت بتفاصيل تانية ولكن الرياضة بالتحديد هي هوية وهي شغف عنا لسان قبنا خلقنا ننطق تندافع عن حالنا فيه أكيد وهون بنواجه يعني تحية لكل الأهل اللي عن جد بيهتموا بولادهم بلاحظوا اهتماماتهم لأنه بس نلاحظ أنه ابننا مهتم برياضة معينة حتى بالبينبون يعني بس نشوف أشخاص عم تنتبه أو عبالة تجرب هون الأهل هن بيشجعوا أو هن بيوقفوا الولد فهون بنواجه تحية لكل الأهل اللي عم بيكونوا عم بيشجعوا أولادهم كمان ويمكن هيدا البطولة أحد الأمثلة لأنه كل المشاركين واللعيبة كمان أعمارهم صغيرة فنرجع من ذلك البطولة الدولية للفئات العمرية بكرة الطاولة رح تكون من عشرين من أربعة عشر لعشرين تشرين الثاني بمجمع جوليان واليندا سليم بجزين لكل الأشخاص اللي عباله تروح تشارك تعرف أكتر فيها تتواصل معنا كمان نحن بنعطيهم كل التفاصيل بالتعاون مع مع مؤسسة الأرض البيضة كمان موجهنهم تحية وكل الأشخاص السبونسورز والمشاركين كمان وأنا بدي أشكرك كجورج كوبالي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة نائب رئيس الاتحاد غرب آسيا وعضوا الاتحاد وعضوا بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة مرسي كتير قلك يعطيكم ألف عافية أنا بدي أتشكر تلفزيون البناني وتشكر كمان تيم أحلى صباح وبتشكرك لقلك مرسي كتير بريزيون صبحياتنا بتكمل ولكن بعد بريك أصير